السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا عهود الجريض وبتكلم معكم اليوم عن شيء اسمه ظاهرة التنمر كلنا يمكن سمعني كلمة التنمر وانتشرت كثير في كل مكان يعني تطلع احد ينزل صورة بالانترنت وبعد مدة يقول لك انا تعرضت للتنمر وما يعرف كيف يفرض على التنمر او بعض الوالدين يقول لك ابنائي تعرضون للتنمر في المدرسة فخلونا نعرف ايش معنى كلمة تنمر كلمة تنمر تعني حيوان النمر اللي عنده مخالب واللي عنده انياب يهجم عن فريسة اللي قدامه فهو حيوان مفترس يواجه ضحية سواء كانت ضحية بشري او حيوان او ايا كان تمام؟ فهذا بالنسبة لكلمة تنمر كلمة مرادة فيه من كلمات مرادة فلاها كلمة استأسدة استأسدة عليهم او الاستأسات لما يقولون الناس يستأسدون على ناس فيكسدون فيها نفس الشيء لكن من حيوان الاسد وحيوان الاسد نفس الشيء حيوان مفترس عندها نفس الشيء مخالب وعنده أنياب ويهجب على الضحية ويقطعها وياكلها بالإنجليزي بوليو جاي من كمة الثور الثور معرفة أنه ينطح ولا هقرون ومن نفس الوقت أهواج وما يفهم وإشياء زي كده في البداية خلونا نتكلم عن كلمة لما أحد يصف لي يقولي أنا عاني من ظاهرة التنمر إذن أنت تعاني من ظاهرة هي ليست ظاهرة لأن الاعتداء على الآخرين باللفظ أو السباب أو الشتم أو أي أن كان نوع الاعتداء هذا اسمه تطاول وقذف وسب وهذا فيه شيء يعني فيه جهات الواحد يلجأ لها لو تعرض لها مثل إنسان تمسبة وقذفة أو شتمة ممكن يروح لجهات رسمية سواء في الجرامة الإلكترونية أو المحاكمة العادية ويأخذ حقة منها والموضوع كذا يكون تم الفصل فيه طب لما إنسان يطلع بني عدم يعني يحبون يقدم في الإنترنت مثلا ويطلع بعد مدة يقولك أنا طالع طالعط لظاهرة التنمر أو طالعط للتنمر مقبل المتابعين وهذا التنمر عمل لإذاء نفسي فإحنا لازم كلنا نتصدى لهذه الظاهرة إذا طالما إنها ظاهرة وطالما إن كلنا لازم نتصدى إذا لازم يكون قدامنا شيء حقيقي شيء ملموس منه الإنسان اللي يسبك؟ تعرف فلا يقولك أنا ما هم متابعين وهي ظاهرة إذا اسمها ظاهرة التنمر هذه اللي إحنا بنوقف قدامها لا طالما إنه هي ظاهرة واسمها تنمر إذن هي عدو غير حقيقي غير موجود عدو وهمي فهذا الموضوع كله بيكون عبث وبيكون فيه استنزاف طاقة وبيكون فيه استنزاف مشاعر وبيكون فيه وهم وهم كثير لأنه أنت لما تتعرض للسباب والقث مثلا من شخص من متابعين حتى لو كان كنت مستعارة أنت بسهولة وكنت تلجأ جرام الالكترونية طلعوا منهم ويجيبونا موضوع جدا سهل أوكي؟ عن رغم أن فيه ناس تغير رقام الـ IP وإشياء هذي كده بس فيه إمكانيات أنه ممكن يصلود له أوكي؟ والله تعذر الأمر يعني أنسى الموضوع ما حتأخذ حقك أوكي؟ إذا أنت من الناس اللي تحرص أنك تأخذ حقك من الناس مجرد أنهم سبوك إذا أنت تحرص إذا الإنسان هذا حريص أنه ياخذ حقه من كل الإنسان سبه تخيل الإنسان عنده مئة ألف متابع ونزل مثلا صورة والصورة هذه كانت فيها نوع من الاستفزاز يعني صورة فيها عريف فيها استعراض عضلات فيها إظهار مال سريع إلى آخره مثلا فيها كلمات مستفزة أو طريقة أي شيء ممكن يستفز للناس إذا الإنسان هذا عنده مئة ألف متابع هل تتوقعون أن من ضمن هل مئة ألف ما هيجي خمس ألاف حيردون؟ طب مئة ألف شوفوا العدد مئة ألف وكلهم حقيقيين على فرض أن هل مئة ألف كلهم حقيقيين لو إنسان عندهم اليوم متابع ومئة ألف منهم حقيقيين وتسعمائة ألف وهميين ما في خمس ألاف حيردون؟ حيردون هل خمس ألاف حيردون ردود يعني حسب مستواهم وحسب عدائيتهم وحسب مدى استفزاز التي تعرضوه له وحسب شيء كثير وفي ناس ترد لمجرد إنها خشوني لا تنسوني يعني أنا مع الجماعة شافوا أربع خمس ردود سلبية يلا وراهم أنا بعك برد ليش له كمان نرفزني يا سلام من يبقل من الرد وفي ناس كذا إم معا يعني يحبون يلاحقون فهذا الإنسان اللي طلع مثلا صورة على أحد مواقع التواصل اجتماعي أو فيديو أو أي شيء عمله وما توقع يلاقي نتيجة إذن هو عايش وهم لأنه هو يتوقع أنه هو على خشبة مسرح وقاعد يأدي دور والستارة فتحت في الأخير وهو فرض إيديه وانتظر تصفيق الجمهور يقول له برافو برافو رائع لا التواصل اجتماعي ما هو مسرح التواصل اجتماعي مش مسرح اطلاقا التواصل اجتماعي شبه حقيقة ليه؟ لأنك أنت حتقول الكلمة حيتمرد عليك بدون أي اعتبارات أخلاقية أحيانا يعني في المسرح فرض أنه ستطلع في مسرحية وأدى الدور اللي ما أعجب الجمهور حيقذفونه بالبيض الفاسد صح ولا لا؟ والممثل يتقبل على الرغم أن يمثل تخيل على الرغم أن يمثل يتقبل القذف بالبيض الفاسد أو حيانا يقذفونه بالورود إذا أعجبهم الدور صح ولا لا؟ وهذه هي جودة التمثيل لكن أنت في التواصل اجتماعي هنا ما في تمثيل أنت قاعد تعرض بيتك أثاثك عضلاتك مالك شهاداتك موهبتك أي أن كان فإذا أنت عندك مادة رائعة وتفيد الناس وتفيد بشرية ومحترمة حتلاقي ردود تتناسب مع أن تقدمها أنت تقدم مادة الإنسان قاعد يقدم مادة مش ضريفة مش لطيفة مستفزة فيها عري كثير فيها ابتذال فيها حماقات فيها حيلاقي متابعين من نفس النمط لأن الإنسان عدا تنجيب اللي زيها يعني عمره قدما حتروح مجلس مثلا مثلا مثقفين وحتلاقي وحد سفية قاعد لأنه حيتم لفظة وما حتروح مجلس في حمقة وحتلاقي إنسان متقد الفكر ومستنير قاعد فسطهم أوكي يعني هذا من النوادر يعني لأنه حتى الإنسان المصلح لما يروح للناس اللي مش صالحين يبث الشي هذا والله فشل الأمر يروح للناس ثانين لأنه ما حيقعد في نفس المكان طول الوقت مع ناس أساسا مش بتقبلين اللي هو قاعد يسوي أو اللي هو قاعد يعطيهم إياهم معلومة يوصلها لهم تمام فاللي قل لك أنا تعرضت لتنمر أو أبنائي تعرضوا تمو كيف أحميهم تحميهم من إيش قل أنا بغأ أحمي أبنائي من اعتداء اللي حصلوا عليهم في المدرسة من فلان وفلان معهم بلاش نحن نتكلم على الأشياء كأنها أعداء وإحنا ما إحنا يعني أبغى تقاوم ظاهرة التنمر اللي تحصل في مواقع التواصل اجتماعي أبغى تقاوم ظاهرة التنمر اللي تحصل على أبنائي أنت تقاوم مهم فأنت تستنزف من الداخل حتلاقي نفسك تتكلم كلام وتسمع حديث وأراء وناس كثير تفلسف في المواضيع ويتكلمون فعلا هذه الظاهرة لابد نحنا نتصدى لها ولا بدنا نحن نقاومها إذن تقاوم تقاوم الشيء أنت مش عارفة تقاوم الشيء أنت مش فاهمة لا هو شخص عمل فعل حجي لردة فعل لكن مثلا يقول لك إيش لازم نقاوم إيش الجهل هل الجهل عدو لا في ناس جهلة إحنا حنعلم الناس الجهلة اللي ما يعرفون يقرون وكتبون عشان يسبحوا متعلمين يعرفون يقرون وكتبون عشان ينفعون أنفسهم وينفعون مجتمعهم لكن أقول لك إحنا نقاوم الجهل أو نتصدى للجهل يعني هذ كلها عبارات يعني أنا أعتبرها رنانة بشكل كبير يعني أدت الناس وسط مرحب لا فهم للقصة أساسا فنرجع الحين للتنمر فالإنسان اللي يظن أنه تعرض لتنمر بسبب أنه لا يستحق السباب والشتم وكواوة إذن يراجع اللي هو حطها وصور نزلها وطريقة الكلام لأن أحيانا لك كلمة نفسها لها عدة معاني في واحد يقول لك مرحبا يا فلان كيف حالك كيف صحتك من زمان ما شفتك في ود وفي حمي في واحد يقول لك أهلا من زمان ما شفتك في اسلوب عن اسلوب هي نفس الكلمة من زمان ما شفتك لكن هنا طلعت تعبر عن حب لكن هنا طلعت تعبر عن يعني ريتني ما شفتك يا أخي فنفس الكلمة لها عدة معاني طيب لما يطلع إنسان أو شخص أو امرأة أو رجل أيام كان أو مراهق يطلع يقول لك انا اتنمر علي انا مسكين ويقعد يبكي وبكاء استيري وحنا يحصل يقول كلام مينجال ويبدون الناس يتعطفون معا طب انا السؤالة يعني انتو شفتوا انسان يعيش دور الضحية هل تشجعون ان يعيش الدور هذا ويحطم نفسي ويحطم الاخرين لحوله طب المفروض هذا الانسان اللي دخل النيت يتحمل كل كلمة هو مسؤول عنها يتحمل كل حرف ويقولها لانه الحين احنا في زمن زمن التوثيق لانه احنا في زمن شي اسمه صوت وصورة فيديو يعني زمان كانت الاقلام الصحفين يكتبون المقالة الصحفية تحت اسم مستعار مثلا القناع الاسود الوردة الحمراء اي اسم ويقعد يكتب مقالات اجتماعية مثلا ساخنة او مقالات سياسية ساخنة عشان ممكن يحصل تفاعل اجتماعي او تهيج الرأي العام فبعد مثلا عشرية سنة يقولك تم الكشف القناع عن الكاتب الفلاني انه كان يكتب اسم امرأة مثلا لكن هذا كلام اصبح الان غير مقبول لان الصحافة الورقية شبه اندثرت فالحين عندك انت الصحافة الالكترونية والصحافة الالكترونية مدونات والمدونات معروف من صاحبها لانه في الغالب يكون دافع عبر كريدت كارد كذا يعني ملقوط ملقوط يعني ينسى يعني والمواقع التواصل اجتماعي مهما ادى انك انت يصير فيها احاديث من هذا النوع لانه هي اسمها التواصل اجتماعي وش منكسود التواصل اجتماعي ان الانسان يتكلم عن بيته اسرة حياته عائلته اذا كان حابب الجانب هذا ما اصدقاء او ربعة اما اذا كان حابب يقدم مادة معينة جيدة راقية تفيد المجتمع كذا هذا يكون يقدم مادة لانه عنده شيء يبغى يقدمه فيه انسان مثلا طالع استعرض طالع استعرض مثلا شكله عضلاته لانه اساسا مدرب في الرياضة فشغله هذا شغله لانه طالع يوري جسمان اشوف انا من وين وصلت يلا ابغاكم تجوا تشتركون عندي او تعملون معاي كلاسات عشان اوريكم نفس الشيء في واحد يوري مثلا المكياج اللي يحط لانه هو يروح يعمل مكياج للاخرين يعني سيدة مثلا ممتازة مضوع هذا تيب توري ان انا اعمل مكياج يلا بعملكم مكياج فهذا زي ما تقول تسويق تسويق للمهنة يعني فيه ناس تحب تقدم مادة برضو كانوا عم التسويق لشيه اللي يقدمونا يعني لانه في الغالب هي تدور حول اطار التسويق الا اللي داخليه في اطار المعارف والاصدقاء والاشياء هذه والسرية فاذا جاء انسان بالغ حر رشيد ويطلع لك وبكاء سيري انا تعرضت لتنمر انا تنمر علي بالنت طب السؤال يعني اذا انت عندك مثلا خمس تلاف متابع عشر تلاف متابع مائة الف متابع مليون متابع اوكي نقول جزء منهم وهمية جزء منهم حقيقي هل متوقع ما يجيك رد لو من عشرة ما يجيك رد من عشرين هل انت متوقع انك انت على خشبة مصرح واخر شي بيصفو قولك وبرافو يعني برافو يا فلان ممتاز مشتك الرائع لا هو بيجيك الرد على نفس المادة اللي تقدمتها والجزء من جنس العمل يعني اللي انت سويته بيجيك اذا انت قدمت مادة مستفزة استعرضت اشياء معينة بديت تتكلم بطريقة بديت ترد على ناس في نفس المكان مثلا سواء مؤثنين زي ما يقولون او شا زي كذا فحتلاقي نفس الردود لا تتوقع انك انت حتلاقي والله الاستحسان وهذا لانه الانسان اللي طالع في الانترنت ويتكلم وتوقع ان الناس كلها تحبه وتمدح وتستحسنه هذا انسان مو عايش في الدنيا عايش في الوهم لانه الانسان الطبيعي انبياء وهم انبياء وتعرضوا للعدوات يعني النبي محمد عليه الصلاة والسلام اعمامة اخوان ابوه تصدولة يعني تخيل انسان يوقف وجه اعمامة في سبيل الرسالة اللي هو نازل فيها للبشر تمام يعني في سبيل دعوة وقف امام اعمامة يعني في يعني الموضوع ما هو سهل لانسان لما يكون عنده اساسا يعني في مجتمعاتنا هذي يكون عنده نوع من الوعي الكافي انه عارفوش قاعد يقدم عبر النت اوكي خلاص انا ماشي في مساري انا ماشي في سكة انا ماشي في طريقي انا ماشي في حياتي ايا كان حيحصل لازم اكون انا قدة لانا زي ما كنت لكم انبياء انهم يستثنوا فكيف انت اللسان البسيط كيف انت اللسان عادي كيف انت اللسان حتى لما هم بلغت من الثقافة والعلم لهذا ما حد وصل ما حد الاستنارة اللي هم وصلوا لهذا الانبياء ورسل اوكي مع ذلك في ناس ما شاء الله عليها يعني وصلت مرحلة عالية جدا من الاستنارة برضو ولش لا يعني ولكن الانبياء والرسل هم اعلى القائمة يعني ومع ذلك زي ما قلنا كانوا لهم اتباع لكن كانوا لهم اعداء انت كمان في الانترنت ايا كانت مادتك ايا كان موضوعك حيكون لك ناس تأيدك وحيكون لك ناس تعارضك فاللي عايشين موضوع انه تم التنمر عليهم وانهم كذا بجناحين من ورا يرفرفون وكذا يعني شي قمة يعني تقول قدامهم small kitten يعني قطوة صغيرة جميلة لا معليش انت ما انت قطوة صغيرة جميلة ولا انت شي لطيف ولا انت وردة انت بني ادم طلعت كلام او حطيت صورة او نزلت فيديو اذا تحمل مسئولية اللي يحصل استسهالك بعدم تحمل المسئولية يدل على عدم نطج وعدم وعي ثانيا اذا انت بتخاطب الناس بالوعي الجسدي وبتنزل اشياء تثير الغريزة الجسدية كالاستفزاز المادي او الاستفزاز الجسدي او اي نوع من النوع الاستفزاز تلقى الردود المناسبة اللي حتكون على نفس مستوى اذا انت حتناقش ناس بوعي اعلى بارقة شوي يعني بتبدي تخاطم بوعي فكري كذا برضو حتلاقي ردود برضو فيها مجالات ثانية فيها مناورات فكرية فيها في كل مجال حيجيك الرد اوكي لانه منطق الباب لقي الجواب انت فتحت الانترنت وسجلت وعملت لك اكاونت حيجيك الجواب ما اينك الا اذا كنت حط ماسك برايفت ومدخل بس اربعة خمسة عشان بس تبادلون اخباركم اليومية اما اذا فتحت عام فستحمل فهذا موضوع بغيت اطرح عليش لان لقيت ان كثير ناس ماخرين كلمة تنمر نوع من المرح ومن نوع من يحتفلون بالتنمر فيه احتفال التنمر طب اذا انت قاعد تحتفل بالتنمر هل متوقع ان حجيك اشياء مختلفة على التنمر لا حجيك احتفال التنمر عليك انت فهذا هو اللي حتحتفل فيه حجيك مثله اللي انت حتتجه لا حجيك مثله وهذا اللي بغيت اقول لكم وان شاء الله كلنا نوعا لموضوع ان احنا نقدم المادة المفيدة للناس في الانترنت وفي الحياة ونقدم رسالة هادفة نجني ثمارها ان شاء الله والقاكم عليك الخير معاكم عهود الجريد